أسعد الله أقاتكم دولة عربية تسمح للكنديين بالعمل فيها عن بعد لمدة تصل إلى عامين بسبب الأوضاع الاقتصادي أو حتى السياسات الجنبري اللي عم تفرض على الأبناء بالمدارس عم بفكر بعض الكنديين بالانتقال إلى مقاطعات أخرى أو حتى إلى بلدان أخرى وهناك بعض البلدان التي تسمح للكنديين بالانتقال إليها والعمل فيها وإعطاء الإقامة المؤقتة أو الدائمة ومن هذه البلدان دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نظام تأشيرة طويل الأجل للعملين عن بعد وعائلاتهم وتأشيرة إقامة العمل هي تأشيرة مدتها عام واحد تسمح للأجانب بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة تحت الكفالة الذاتية والعمل بما يتماشى مع الشروط والأحكام الصادرة مع التأشيرة لكن في شروط للتقدم على هذه التأشيرة ومنها أنه هني يكونوا قادرين على تقديم دليل على أنه هني بيشتغلوا بمنظمة أو شركة خارج الإمارات العربية المتحدة أيضا من ضمن الشروط أنه يكون لديهم دخل شهري قدره 3500 دولار أمريكي أو ما يعادله حوالي 4200 دولار كندي لكن إن أردت أن تسكن في أكبر مدن الإمارات العربية المتحدة اللي هي دبي فهناك شروط مختلفة إذا أنت حبيت تسكن في دبي تحديدا فيجب أن تقدم دليل على أنه الراتب الشهري اللي بتتخاضى يبلغ 5000 دولار أمريكي أو 6800 دولار كندي تقريبا بالإضافة إلى أنه يكون عقد العمل تاعك مدته مش أقل من عام كامل أنتم ما رأيكم بالانتقال من كندا إلى الإمارات العربية المتحدة خبرونا بالتعليقة طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر أو أخبار أخرى تتعلق بكندا يوجد زيارة موقعنا الإخباري الفرقاني سبيفرداتسي ودنتم بألف خير